هناك واحدة في تحبيت دي كل ماذا تفعل زمب أو ما صلوش وكدا بتعاكب نفسها بأنها بتعاكب نفسها فها بالتدريج بدء بتحب أنها تعاكب نفسها يعني العقب حابة العقب والزمب د ده كمان اللي هي بتعمله تعاوض تعليمن سنين وكدا مش عارفة توقفه فهي مش عارفة بتوقف الزم بلا تعاكب العقب اللي بتعاكب لها التعاويلة اللي بتعاكب بها نفسها دي ممكن أصلا بتموت نفسها ممكن تمروت نفسها بيها فهي المفروض دي زي توقف اللي بتعمله ده يعني كان فيه وحدة تعودت على الزنب واستمرت عليه ولا تستطيع الخروج منه صحيح كده تستعين بمرشد اسمه الإرشاد النفسي لأنه ده نوع من أنواع الضعف البشري الذي يحتاجه إلى معونة كيف نخرج من هذه الحالة ساعات الخروج منها بيبقى بنظام غذائي ساعات الخروج منها بيبقى ببرنامج في الزكر ساعات الخروج منها بيبقى في جلسات استرشادية وهكذا فلابد من الذهاب إلى هذا المرشد وعلى فكرة الحمد لله في مصر ابتدى يوجد هذا الصنف من الإرشاد